إذن مشاهدين نمر الآن إلى موضوع آخر أين عاش الجزائريون في ثلاث أشهر الأخيرة عدد معتبر من الأعياد والمناسبات بداية بشهر رمضان مرورا بالأعراس والأفراح وصولنا الدخول المدرسي الذي تفصلنا عنه أيام قليلة وهذا ما جعل المصريف تتضاعف أكثر نتعرف التفاصيل مع أحمد محمود دخول مدرسي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط ينتظر أن يكون ساخنا هذه السنة من ناحية المدية فجيوب الجزائريين أنهكت في الفترة الأخيرة بعد أن جاءت الأشهر الثلاثة الأخيرة مليئة بالأعياد الدينية والمناسبات الموسمية ثلاثة أشهر استنزفت أجور الموظف الجزائري البسيط وكذا مدخراته ومنهم من لم يصدق حتى أنه خرج سالما منها غير أن الجميع اتفق على أن صفة التضامن بين الجزائريين أنقذت في كثير من الأحيان الموقف مصاريف كائنين كما قلت رمضان العيد كبير مصاريف كائنين أنا نجري وشوية مننا وكي ربي العالمين تاني دير تاوي بس كواحدة واحد ما يقدر يقولك قاعدر نشري خروف بخمس من الهين واحد شهار كما ركت تقول ما يقدرش يشري خروف والله ما يقدر الغبار هو كل ما تبقى في جيب الشهار بعد فترة رفضت المصاريف أن تتركه فيها وما زاد الوضع حدة هو الغلاء الذي تشهده معظم المنتجات في ظل وضع اقتصادي استثنائي تعيشه البلاد